الطفلة عمرها أربع سنوات يذبحوها ذبح على الطريقة الإسلامية على البذبح القربان طفلة عمرها أربع سنوات والسيف الإسلام ويذبح يقطع الرأس عن الجذأ أخ باسل ذكر الأب أسطفانيوس ذكر نقطة يرددوها المسلمين ومع الأسف لا يوجد رد مباشر على هذه النقطة أنه في العهد القديم أنه كان فيه أوامر للقتل العهد القديم الذي يدرس الكتاب المقدس ويعرف العهد القديم وشنه هو العهد القديم وشنه النبوآت والرموز إلى عصر النعمة عصر الرب يسوع عصر الخلاص عصر المحبة كل هذا الأمر كل هذا الأمر يا أخوان إحنا لنظل يعني ابحثوا أكثر حتى تعرفون شنه العهد القديم وشنه عهد الجديد عصر ما يسمى بعصر النقمة وعصر النعمة إحنا بعصر النعمة العهد القديم لو التابع كل هذا كانت ترتيباته الله له ترتيبات وطرق تعامل مع شعب الله في السابق ترتيباته وصل الشعب هذا من غليظين الرقبة عنيدين وصلهم إلى مرحلة حتى يتقبلون الرب يسوع وعمل الصليب الكفاري هذا الموضوع لا بد أن يعرف ما في مسيحي راح أخذ كتاب مقدس وذبح آخر ولا رفع كتاب مقدس مسيحي وأخذ من آيات الكتاب المقدس وقتل هذه نقطة لازم تهتمون بها رجاء شكرا جزيلا شكرا جزيلا كلماء شكرا جزيلا إن gospel شكرا We don't come against anyone with a sword made of metal. Even though Islam and some Muslims are coming against us with the sword, we do not go back to them with the sword. Only the sword of the Spirit, the word of God which says, اهببوا ادوهكم . We are to love our enemies and we are to love the Lord. And so let's join together and on Monday let's come out in full force, لن Alright, well in just a moment we're going to return back to Sister Ruwa. But before we do, let me remind you that we are in a fundraiser. 248-416-1300. Remember, we need your prayers. We need your support. Okay, without further ado, let's return back to أخت Ruwa. And the last ones in the last studio of Hassa. Thank you very much. And the Lord has been blessed to you. Thank you, Pastor Joe. Thank you. I want to be with you again, friends of our viewers, in this wonderful program. برنامج المبارك. ومعنا الأب الكاهن. أبونا يؤنس. قبل أن تأخذين أبو نيس. عندي خبر حلو. أطفل. وبعدين أبونا يؤنس سيطلع. أريد أشجع المشاهدين. أنه بدأت الآن بذور الخير. واحد من الأخوة في ديتروت الكبرى. اسمه الأخ ألبرت. تبرع بباصات اثنين. هذه كأول تبرع. فأحنا عندنا برنامج هذا باقينا حوالي نصف ساعة المددة. وعندنا برنامج الثاني. يعني منا إلى ساعة وحدة الصبح. أنه إذا نقدر نوصل عدد الباصات إلى خمسين باص. فأريد أرفع سماعة التلفون. وشجعنا الآن. وتبرع بعدد الباصات. حتى يوم الثنين تنطلق هذه الباصات من جهات مختلفة من ديتروت الكبرى. ترجمة نانسي قنقر